السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا اداتين في اداة واحدة خاصة بالاستاذ عمادها فيدك. صاحب قناتها فيدك. طبعا شكرا خاص لي. الاداتين دول للاجهزة القديمة والاجهزة الحديثة. وده لنشوفه في الشرح ادلوقتي. طبعا اول حاجة لازم تعملها اللي انت تقفل بتاعك عشان هو ده المسئول عن اقاف الادوات اللي احنا بنستخدمها في مجال تمام. اتأكد الانتفرس بتاعك مقفول هتثبت الاداة. رابط الاداة سيبه لك اسوأ الفيديو رابط مباشر هتحمله هتثبت الاداة بعد كده هزهر لك اه ايجونتين. اه كل ايكونة خاصة بموديلات قديمة وخاصة بموديلات حديثة. على سطح المكتب. تمام? يعني الاداة بتثبت تثبيت عادي خاص. اول اختيار معنا اللي هو اه حسف البصول بدون حسف بيانات وفورمات وفورمات مع اه تخطي حساب جوجل. فك البيوت لودر. تمام? دي الاداة الخاصة بالاجهزة القديمة. وفك البيوت لودر قفل بيت لودر وهنا ساح من ملف الو اي ام انفو اللي هو خاص باجهزة الهواوي قبل تخطي حساب هوا ايدي. ودي هو مهم جدا. وتقدر كمان لما تعمل اه بقبليه هتقدر تستعيده تاني من الخغانة اللي فوق دي. تمام? بعد كده هنا بيعمل اصلاح اه لأوبو اف سبن واف تسعة لو مسلا واقف على ركافري وظهر كلمة اه 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 تمام? اللي هو بيبقف على الافتاحية يعني. اه وهنا طبعا بتخطي حساب شاومي لريدمي سيكس اي. وهنا بيعمل اصلاح للباس باند. اه اصلاح الايمي يعني. وهنا بيعمل فك احماية المعالج ده اللي منحتاجه عشان نقدر نفلش عن طريق الفلاش تول للاجهزة للمعالجات الميديا تيك. اللي هي بتبقى الحماية بتاعتها مقفولة. طبعا تخطي الحماية حساب جوجل. تخطي حساب جوجل اجهزة سامسونج اه برضو عمل البجهب للامي واستعادة تمام? وهنا طبعا سحب ملف خاص باجهزة برضو يعني الاداة دي خاصة بمعالجات الميديا تيك ان كانت قديمة او جديدة دي خاصة بالميديا تيك فقط. تمام? وهنا برضو سحب اه عمل لحماية اه ديمو لاجهزة اوبو وحماية الفيو. تمام? دي الاجهزة وكل عملها بتختارها بتضغط وهنا طبعا لازم تثبت التعريف ده خاص بحزمة ماكروسوفت او تشغيل الادوات اللي احنا المستخدم. زي برنامج بايسون الادوات احنا لازم تثبتها في ويندوز عشر اربعة وستين عشان ما يزارش معك اخطاء. دي بتشتغل طبعا على ويندوز عشر اربعة وستين ويندوز عشر احداشر اربعة وستين. تمام? دي النسخة اللي هي اه الاجهزة القديمة. طبعا هو كان منازل اصدار قبل كده بس تضف فيها طبعا حاجات او زي ما انتوا شايفين كده زي سح من ملف الاو اي ام. ينفو اللي هو خاص باجهزة هواوي واضافات تانية داخل القسم ده. ده كده ايه? الاداية الخاصة بمعالجات الميديا تيك للاجهزة القديمة. لو فتحنا بقى اللي هي خاصة برضو بالمعالجات الميديا تيك. تمام? بس الاجهزة الحديثة. تمام? اول قسم معنا اهو اللي هو تقدر تفلش او تعمل رد جي بي تي. قسم الفلاش ده تقدر تسحب او تقرأ الزاكرة الموجودة على الجهاز اللي معك. تمام? وتقدر تفلش الجهاز بفلاش اسقطر. اهو. تختار فلاش اسقطر وتقدر تعمل اي عملية انت عايزة بعد كده. تفلش الجهاز. اه تقدر تاخد من الفلاشة. تقدر تفلش فلاشة تاني. اه تقدر كمان تمسح ملفات معينة لما تعمل رد رد جي بي تي. اه يعني تمسح مسلا ملف مسؤول عن حساب جوجل اللي في اربيت. اللي اعلمت عليها عملتي ارس مسح يعني ده. هيتخطح حساب جوجل. بس لازم تعمل رد جي بي تي. اللي هو بقرأ الزاكرة الموجودة على الجهاز. يقرأ لك الفلاشة كلها على الجهاز عندك هنا. تمام? ده القسم اللي هو خاص بالتفليش. يعني ده الاجهزة الحديثة. تمام? بقسم التفليش. هنا بعمل فرمات يوزر داتا. تمام مسح بيانات. تمام? والاختيار اللي بعد كده ده اول اختيار معنا اللي هو فرمات يوزر داتا اللي هو هنا بعمل فرمات وفي نفس الوقت بيتخطي حساب جوجل. يعني يعمل ضبط مصنا بيمسح كل حاجة. ويقدر كمان يتخطي حساب جوجل في نفس الوقت. هنا بعمل فرمات وتخطي حساب جوجل. تمام? هنا برضو آآ يعني بداخل جازو في وضع لو عليه بسورد يعني بيعمل آآ حسف لبسورد الموجودة على ممكن تلاقي الداتا موجودة. احيانا بعض الاجهزة الاختيار نظرنا هتلاقي ممكن تلاقي الداتا موجودة بعض الاجهزة. هنا بيعمل تخطي لحساب جوجل وحساب آآ شاومي مئة كونت. وهنا بيعمل تخطي لحساب جوجل بس وهنا بيعمل للملف آآ اللي هو خاص بالشبكة. تمام? وهنا ممكن يمسح ملفات الشبكة. الاختيار ده تقدر تختار ملف خاص باي جهاز مهالج تمام? لو الجهاز مش متعوم معك على الاداة دي. يعني لو انت جبت ملف ده من اي خاصة بالجهاز ده. حساب بتعمل فرمات تقدر تخطي حساب جوجل هيقبل معك آآ من خلال الاختيارات دي لو مش مدعوم الجهاز اللي معك. يعني في اجهزة بتبقى مش مدعومة لو بنيجي نجربها هنا ومعالج ميديا تيك بس ما ببيلش معانا. في الحالة دي بتختار القسم ده وتختار وبعد كده بتقدر تستخدم العملات دي. زي عملية الملف دي اي كده مسلا. هنا طبعا الحاجات اللي اتضافت في التحديث بتبقى موجودة على الجنب اليمين كده ما بتجي تفتح الاداة. تمام? اهو دي الحاجات اللي اتضافت. يبقى احنا قلنا اول اداة معانا اللي احنا شرحناها اللي هي خاصة بمعالجات الميديا تيك بس للاجهزة القديمة. ودي للاجهزة الحديثة. يعني الحماية بتاعتها بتبقى اعلى شوي. عشان الناس تبقى عارفة. تمام? طبعا اي امر بتضغط عليه? بتوصل الجهاز وهو مغلق. طبعا عشان يبوت معك وهو مغلق لازم يكون تضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت وتوصل كابل في الحالة ده يبدأ يبوت معك. انا لما بضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت ووصل كابل طالما ارى معايا انا بشيل ايدي من الازرار. منفعش تبقى اه تفضل ضاغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت. يظهر بعد كده اخطاء. ركز في الحتة دي عشان في ناس بتغلط ويظهر معا خطأ. يفتكر العيب من الاداة. يفتكر العيب مسلا مش لازم الاداة دي اي اداة تانية. تمام? بس لازم يكون متأكل اهداة. اول لما يبوت معك ويقرأ رأيات. تمام? يحس بليوسي بي ويقرأ معك. كده شيل ايدك من الازرار. تمام? طب افتراضنا مسلا اظهر معايا خطأ بالخطأ يعني اجرب المحاولة تاني ما فيش اي مشكلة. ولازم تثبت اه بالرامج بايسون. والبرامج الخاصة بالمعالجات الميديا تيك. اه زي التعريفات وحزبة ماكروسوفت عشان ما يظهرش معك اخطاء. دي الاداة. طبعا الادتين لمعالجات الميديا تيك فقط. الادتين لمعالجات الميديا تيك فقط. ممكن يكون فيه تحديث قادم يضيف اه اقسام تانية. ان شاء الله ده اللي هنشوفه في ان شاء الله قدامي يعني. لما يبقى فيه تحديث ان شاء الله نرفعه في القناة. طبعا ادتين اهو. يعني هتثبت ملف واحد هيظهر لك ادتين تظهروا على سطح المكتب. اجهزة قديمة اللي انتم شايفينها دي. تقدر تعمل اي عملية انت عايزها. تمام? تستخدمها لو انت فني مبتدئ هتنفعك جدا. يعني ادتين دول هينفعوك جدا لو انت فني مبتدئ. هتثبته موجودين على سطح المكتبة بس لازم نزل لويندوز عشرة اربعة وستين. تمام? وتكون مثبت كل تعريفاتك عشان يبقى انت كده ماشي صح وما يظهرش معاك اخطاء. وتكون قافل انت فارس اسناء العملية. تمام? زي ما تشوفين كده دي الاجهزة القديمة والاداء اللي وراها للاجهزة الحديثة. اهي. يعني دي دي الاجهزة القديمة هي الحمايات القديمة يعني. ودي الاجهزة الحديثة. ليد موجود فيها برضو قسم التفليش. طب واحدة اقول لي طب الاجهزة القديمة ينفع اجرب على الحديثة برضو. لو ما زمدش مساء قديمة اجرب على الحديثة او ممكن تجرب على الحديثة لو انت مش عارف الحماية الموجودة على الجهاز. دي الشرح الخاص بالاداء واداء سهلة جدا. وطبعا زي ما انا قلت اه لو انت اول مرة تخش القناة من ساجة مشاكل القناة وتفعل زر الجرس. واعمل اصحابك عشان غيرك تستفادوا. من ساجة تدعموا لايك لو عجبوا فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.